نص بيان مجلس إدارة نادي الأهلي وجه مجلس إدارة نادي الأهلي الشكر لوزارة الداخلية والسيد لوزير محمود توفيق وزير الداخلية على موقفه الإنساني واستجابته الفورية لطلب النادي الأهلي بخروج المشجع أحمد صبرة المحبوس على زمة قضية أحداث الشغل في مبارات مونانا الجابوني لحضور جنازة والده وكانت إدارة نادي الأهلي قد طلقت اتصالا من زملاء أحمد للتدخل لدى الجهات المسؤولة من أجل تحقيق هذه الأمنية وعلى الفور توجه مجلس الإدارة أو مجلس الشؤون القانونية بالنادي الأهلي إلى مقر مصلحة السجون بالكاهرة مساء الخميس لتقديم طلب بهذا المعنى طبقا للإجراءات القانونية كما تم التواصل مع مكتب السيد وزير الداخلية وقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة وبعرض الأمر على السيد الوزير محمود توفيق وافق سيادته على الفور فجر الجمعة على خروج أحمد صبرة لحضور صلاة الجنازة وتشيع جثمان والده إلى مسوه الأخير ونسأل الله أن يرحمه ورحمه وسعه وأن يسكنه وفسيحه جنته والنادي الأهلي إذ يتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على مكوفه الإنساني والنبيل وجميع المسؤولين بالوزارة فإنه يتمنى التوفيق والسداد لرجال الشرطة في حفظ الأمن والأمان لمصرنا الغالية ده كان بيان النادي الأهلي مش عايزين يا جماعة يعني يعني مش عايزين الموضوع ده يتكرر يعني حفظوا على نفسكو وإنتو ولادنا يعني ولادنا ولاد النادي وكل حاجة في النادي في حفظوا على نفسكو حفظوا على نفسكو علشان تملوا للسادات تاني ونفرح بيكو تاني وتنوروا للسادات تاني اشتركوا في القناة